بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الأولى من المحور الرابع الذي بعنوان تورشن الأهداف الخاصة لهذا الفيديو هي كالاتي تقديم شير سترس أند شير سترين والقوانين الخاصة بحسابهما وأيضا القوانين الخاصة بحساب الأنجلا في تويست نبدأ بتقديم بعض الفرضيات حتى نتمكن من استعمال هذه القوانين First, this analysis can only be applied to solid or hollow circular sections Second, the material must be homogenous Third, torque is constant and transmitted along bar by each section trying to shear over its neighbor Fourth, transverse planes remain parallel to each other And finally, for small angle of rotation, the length of shaft and its radius remain unchanged بناءً على هذه الفرضيات سنحاول شرح القوانين الخاصة بحساب الشير سترس الناتج عن التورشن وحساب زاوية اللف بدايةً بيكون معانا جزء من السوليد المعرض إلى الالتواء أو اللف معانا هنا العزم العمودي T في اتجاه الـ X معانا الـ Rho اللي هي نص القطر معانا D5 اللي هي جزء أو زاوية اللف الجزئية بما أنه الألمنت صغير ومعانا الجامة هذه الجامة تسمى shear strain أيضاً طول الجزء المعرض إلى الالتواء يستعمل في حسابات هذه القوانين طبعاً هذا الجزء من السوليد هو من جهة ممسوك ومن جهة عليه الالتواء خلي نشوف هذا السوليد كله Uniform shaft under a constant torque T الخصائص الميكانيكية والهندسية لهذا السوليد هي J و G طبعاً G هو يسمى بالshear modulus of elasticity for the material الجي هو the shaft spoiler moment of inertia T هو torque والـ Rho هو radial distance from the axis center طبعاً الـ Rho هي بين هي المسافة التي تفصل النقطة التي نريد حساب الإجهاد عليها والسطح الخارجي عفواً والمحور وبالتالي Rho تكون بين الصفر و CC هو نصف القطر radius of the shaft هنا بيكون معانا الفاي اللي هو زاوية اللف أيضاً معانا طول الصوليد القانون الخاص بحساب زاوية اللف الأنجل of twist هي كالآتي فاي تساوي T ضرب L على G ضرب J طيب كيف تحصلنا على هذا القانون؟ لو أخذنا هنا النقطة A لو أخذنا هنا النقطة B طبعاً المسافة A-B طبعاً هنا النقطة لا تتحرك وهنا معانا الزاوية γاما المسافة A-B أساساً تساوي كم؟ هنا مسافة الـ Rho هذه مسافة الـ Rho A-B تساوي Rho ضرب الفايل أيضاً A-B تساوي إش تساوي L ضرب الجاما وبالتالي نتحصل على إيش؟ نتحصل على الفاي تساوي L ضرب الجاما تقسيم Rho استناداً إلى قانون هوك الشير سترس يساوي الشير موديلس ضرب الشير سترين غاما يعني يساوي T ضرب الـ Rho تقسيم الجي فلو سحبنا فلو سحبنا الجاما من هذا القانون جاما يساوي كم؟ يساوي التورك T ضرب الـ Rho تقسيم الجي ضرب الجي هذه هي الجاما ثم بعد ذلك لو عوضنا الجاما في هذا القانون نتحصل على إيش؟ بتروح معانا الـ Rho cancel وتجي معانا T ضرب الـ L تقسيم J ضرب الجي وهو هذا القانون قانون الشير سترس تو تساوي T ضرب الـ Rho على J